ازاكم يا شباب عامليني اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن واحدة من الفرص اللي تقدر تقدم عليها بكل سهولة. يعني بتاع فرصة التدريب المقدمة من منظمة اللي هي المنظمة الاوروبية للبحوث الفلكية. دي فرصة سهلة جدا. لما تشوف معي الفيديو وانت بتقدم هتلاقي الموضوع بسيط جدا. والفرصة دي مش طلب منك شهادة ايجادة لغة انجليزية ولا شهادة ايجادة لغة المناية. بالاضافة ان هي بتغطي لك جميع تكاليف الصفر زهابا وايابا. كمان بتوفر لك راتب شهري بالاضافة الى المجانية. يعني الفرصة دي ممولة بالكامل من جميع الاتجاهات. وخلال الفيديو بتاعنا هنتعرف مع بعض على كل التفاصيل وهنعرف مع بعض ايه هي المستندات المطلوبة وازاي تقدر تقدم. فلو انت عايز تستفيد من الفيديو. تابع الفيديو من البداية للنهاية. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا. ممكن تتفضل تنزل تسيبه في الكومنتات او ممكن حضرتك تتوجه على صفحة الفيسبوك الخاصة بنا. وهي دكتور المنح. وتسيب استفسارك عبر رسالة الصفحة والفريق بتاعنا هيرد على حضرتك. ورابط الصفحة تلاقيه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فيه تنبيه مهم بالنسبة ان فيه اشخاص بتستغل اسم دكتور المنح في التقديمات. فانا عايزة نبه على حاجة مهمة ان احنا بنخلي مسئوليتنا تماما. يعني احنا ملناش اي دعوة لو حد اتواصل معك. وقال لك احنا دكتور المنح وقدم معانا وبيبعث لك ريكوردات. الحمد لله كلكم عارفين صوتي. انا شخصيا كماريو مش بتواصل مع حد ليه. مش بتواصل لان انا اما بطلع اعمل لك فيديوهات او مشغول في الدراسة بتاعتي وحياة الشخصية لان انا ذكرت قبل كده ان انا بحضر دكتوره. يعني هو الوقت شايل نفسه بالعافية. ولما بطلع لايف بقول ان انا طالع لايف. ولما بعمل ميتنج على زوم معاكم زي اول ميتنج اعملنا مع بعض. بقول ان احنا عملنا ميتنج. فريد تهديمات الخاص بنا. الشخص الوحيد. اللي بيتواصل معك لما بتملع بتاعنا. هو مايكل من فريد تهديمات. مسؤول فريد تهديمات. والرقم كلكم عارفينه تسعة تمانية تلاتة واحد اتنين اربعة ستة زيرو تلاتة اربعة. والرقم برضو ظهر قدامك على الشاشة. اي رقم تاني غير الرقم ده بالنسبة لفريد تهديمات بتاعنا. احنا ملناش اي دعوة او اي صلاة بالموضوع اطلاقا. انا بنبع الناس اللي بتتبعنا. علشان خاطر الناس كلها تبقى عارفة. ورقم اللي ظهر قدامك على الشاشة. للاسف لا تصلت معه. بغرض الاستفسار. مش بيرد على حضرتك. الرقم فقط مخصص بفريد تهديمات. وهو بيتواصل مع الاشخاص اللي بيملوه الخاص بنا وبيملوه بطريقة صحيحة وبيتابعوا سياسة وشروط التهديم من خلالنا. اما بالنسبة لاستفسارات ممكن تسيبوا اسئلتكم. وانا حاول ارد عليكم مقدر الامكان في تعليقات الفيديو. او ممكن تتواجه للصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك دكتور المنح. ياريت ما تنساش تدعمنا بلايك. لو لسه مشاركتش في القناة ياريت تشترك. خلينا نروح مع بعض على الطب بتاعنا. نتعرف على كل حاجة بالشرح العمل. ازايكم يا شباب مرة تانية وزي ما قلنا بنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن فرصة موالبة بالكامل. والحصول على التدريب في المانيا. وقلنا طبعا التدريب ده مقدم من المنظمة الاوروبية للبحث الفلكية. واللي هو باختصار التدريب هيكون في العصامة برلين. ومين يقدر يقدم حضرتك تقدر تقدم لو انت طالب او دكتوراه طبعا حضرتك اقل سن لازم يكون تمنتاشر سنة. يعني علشان تقدم على التدريب ده لازم سن متقدم لا يقل عن تمنتاشر سنة. مدة التدريب هتكون ستة اشهر وطبعا التدريب ده متاح لجميع الطلاب من كل دول العالم. وطبعا اخواتنا العرب من اي دولة عربية تقدر تقدم على الفرصة دي. بالنسبة لشهادة اجادة اللغة الانجليزية او شهادة اجادة اللغة الالمانية مش مطلوبة منك والكلام ده كله هتشوفه بعينك وبنفسك وحنا بنقدم على الفرصة دي. وفتكر معي ان انا قلتلك ان الفرصة دي سهلة جدا انك انت تقدم عليها والابليكيشن بسيط جدا. طيب ايه هو موعد انتهاء التدريب ده هيكون واحد وتلاتين ديسمبر عشرين اتنين وعشرين. مين يقدر يقدم على التدريب ده? حضرتك تقدر تقدم من اي مجالة واي تخصص تقدر تقدم ما فيش مشكلة. اهم حاجة ان انت تكون مهتم بالعلم الفلك والعلوم الفيزيائية. تمام? طيب هو هنا حتى بيقول لك في شروط التقديم الموجودة على الموقع الرسمي انك انت يكون عندك خبرة سابقة في الاتصال العلمي او مسلا في الصحافة المكتوبة باللغة الانجليزية وخصوصا في علم الفلكة والعلوم الفيزيائية. كمان تكون على معرفة بتطبيقات الكمبيوتر اللي هي اللي هما زي وخلافهم برامج تمام? طيب بالنسبة لمميزات المقدمة ان هم بيغطي لك جميع تكاليف الصفر زيابا ويابا. كمان بتحصل على راتب شهري ووفر لك اقامة مجانية. طيب انت لما تيجي تقدم على الفرصة دي ايه اللي مطلوب منك? اعتم لها اللي هو سهل اصلا جدا. تمام? السيرة الزاتية على الطريقة الاوروبية مطلوبة. الخطاب التحفيزي. وكمان يكون عندك امثلة الاعمال سابقة لك. يعني مسلا يكون عندك حاجات انت كاتبها طبعا لا تزيد عن خمس صفحات. ده انت من خلالها بتثبط له قدرتك على انك انت عندك معرفة مسحة بعلم الفلك او العلوم الفيزيائي. تمام? بالنسبة للاشخاص اللي حابين يقدموا من خلال فريقنا تضغط للتهديم من خلال فريق دكتور المنح. هنا بيفتح معك خاص بنا. بتم للا ده. وبيتم التواصل معك من قبل فريقنا من خلال رقم التليفون اللي انا ذكرته لك. واللي ظهر قدامك على الشاشة. اي رقم تاني احنا غير مسؤولين عنه علشان خاطر الناس تكون فهم. تمام? جروبنا على التليجرام قناتنا على التليجرام واحد من جروباتنا على الواتساب. لو حضرتك حابب تشارك في احدى جروباتنا وتابع معنا المنح اول باول. وكمان المسابقات اللي بنقدمها دي حاجة تشرفنا. ده الموقع الرسمي بتضغط عليه. تفتح معك الصفحة الخاصة بالتدريب ده. تمام? كل التفاصيل الخاصة بالتدريب بتلاقيها موجودة هنا قدامك. تمام? هنا برضو بتقدر تعرى ايه هي كمان بتقدر تعرى ايه هي مطلوبة. خلي بالك بالنسبة للمميزات اللي احنا ذكرناها. انهم هنا زي ما انا قلتلك بيوفر لك هنا الراتب شهري عشان تغطي تكاليف المعيشة بتاعتك. كمان بيوفر لك الا هو السكن. كمان بيوفر لك تكاليف السفر. زهابا وايابا من و الى منزل. تمام? طيب وهنا ايه المطلوب منك? زي ما قلنا. كمان طالب منك اللي احنا قلنا ان هي بتكون عبارة عن كتابة الحاجات انت بتبين له من خلالها انك انت فاهم المواضيع دي. تمام? لو انت عندك سؤال او سبسار زيادة ممكن تبعتنهم على الخاص بيهم. طيب اقدم زي على الفرصة دي. بتيجي هنا معي بتبدأ تضغط على او خلي بالك هده هنا الديدلاين. واحد وتلاتين ديسمبر عشرين اتنا وعشرين. هنجد نضغط مع بعض هنا على. بمجرد ما ضغطت على بتفتح معك الصفحة دي. بتيجي هنا بتختار اللقب بتاعك. اسمك اسم العائلة الجنسية. لو عندك جنسية تانية بتختارها. لو ما عندك سيبها فاضية. تاريخ ميلادك هنا العنوان بتاعك. المدينة. البوستر كود. بالنسبة ل الدولة بتاعتك الايميل والايميل مرة تانية. هنا رقم التليفون بتاعك وبعد كده انت من امتى? فانت بتختار الشهر ويستنى اللي انت هتكون متاح فيهم لمدة ستة اشهر انك انت تحصل على التدريب ده. بعد كده بتضغط على بعد كده بتضغط على بمجرد ما بتضغط على بروسيد بيبدأ يفتح معك الابليكيشن. انا طبعا مسجل قبل كده فهضغط على تمام? هكتب هنا الايميل بتاعي. وهكتب هنا كلمة السر. وهضغط هنا على. ادي هنا بتاعي فتح معي. تمام? انا علشان مسجل طبعا فهو ظهر هنا قدام بالطريقة دي. ولكن انا هنا هاجي اضغط على عشان افتح معك اول صفحة تظهر قدامك. دي اول صفحة تظهر قدامك. اللي هي اللغات. هنا بيقول لك ايه? عايز يعرف منك اللغات اللي انت بتتكلمها. يعني مسلا هنا انا قلت مختارة انجلزية واخترت بتاعي. تمام? عايز اختار لغة تانية. هضغط على اد لانجوج. وهنا هاجي افتح السر. اختار مسلا اللغة العربية. اختار مسلا هنا. بعد كده هنا هعمل اد لانجوج. واختار اللغة تانية انا بتكلمها. مسلا اخواتنا في الجزار بتكلموا اللغة الفرنسية او في المغرب. بتختار اللغة الفرنسية بتختار مسلا مستواج فيها. بعد كده مسلا بتكلم اللغة الروسية. بتتكلم اللغة الايطالية. اي لغة انت بتكلمها. بتبدأ تختار اللغة اللي انت بتتكلمها. وبعد كده مستواج في اللغة دي ايه? تمام? بعد كده بتضغط على بعد كده بيدخلك في الجزء التاني على طوله والجزء الاخير في بتاعك. ان انت بترفق لقصير لازاتية بتاعتك. وهنا وهنا انت بتعمل ايه? بتيجي هنا بتختار مسلا من اختار بعمل وبختار بتاعي. بعد كده هنا باجي في بضغط على بتاعي. طبعا كل حاجة بتكون تمام? بعد كده وهنا بضغط على بتاعتي وبعد كده بعمل لها تمام? بعد كده الموضوع يعني مش محتاج مراجع انت اللي هتراجع هتراجع السيرة ذاتية بتاعتك الخطاب بالتعفيز اللي انت اصلا كتبهم. بمجرد ما عملت لهم اتاش او ارفقتهم في بتاعك خلاص. بعد كده بتضغط على بعد كده هنا بتيجي معي بتلاقي البيانات بتاعتك مكتوبة بتلاقي هنا اللغات اللي انت بتكلمها مكتوبة. هنا المرفقات بتاعتك مرفقة. انا هنا عندي لان انا اصلا مش مرفقهم لكن انت هيكون مسري او توفسري يعني انت مرفق التلات ملك فقط. بعد كده هنا بتلاقي مت نشاطة قدامك بتضغط عليها. تنتظر نتيجة على الاميل الخاص بيك والبريد الالكتروني اللي انت سجلت به هنا. وبكده نكون خلاص تشارح طريقة التقديم على التدريب المقدم من المنظمة الاوروبية للبحوث الفلكية. اتمنى ان تشارحك الواضح بسيط. الفرصة سهلة بسيطة. ما تفوتش انك انت هتقدم عليها. لو استفدتم الفيديو ما تنساش تضعونا بلايك. لو لسه مشارك تشكونا ياريت تشترك. تمنى لكم التوفيق جميعا. وشكرا.